المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي صفحة رقم 34 كو الإملاء همزة الوصل والقطع الأسبوع الثالث من الوحدة الأولى أولا آتي بكلمات تبتدئ بألف وأنطقها على مسمع صديقتي أو صديقي إذن هنا طلبوا مني أنني نجيب واحد الكلمات التي تبدأ بهمزة وأنني نطقها أمام الأصدقاء ديالي مثلا على سبيل المثال أسد استخرج أمير اسم تفقنا؟ إذن نزيم عفوا هنا ألاحظ وأكتشف أقرأ النص وأستخرج منه كلمتين مبدوئتين بهمزة وصل أو همزة قطع صارة العالمة إذن هنا هذه أول همزة رأت صارة النورة في الدار البيضائي لتكون أكبر لاحظ مني كان يعود لك على وحد الكلمة عرفها أن فيها الهمزة الأول لها إخوتها درست بكلية العلوم بنمسيك حيث مكنتها المراتب الأولى هنا كين جوج رحطي كين همزة قطع وهمزة وصل من الصفر إلى فرنسا فاستفادت من تدريب على يدي بروفيسور فرنسي أشرف على تأطيرها إذن هنا قالوا أننا ستخرجوا غير جوج إحنا هذه الكلمات كاملين رأت فيهم همزة هذه همزة وصل دائما هذه همزة وصل هذه همزة وصل هذه اللي كتكون هنا هذه همزة قطع تفقنا إذن هذه همزة قطع أغني الجدول بكلمات من النص مبدوئة بهمزة وصل أو قطع حسب المطلوب إذن قالوا أننا نملأ هذه الجدول بكلمات كتضمن همزة وصل أو قطع حسب المطلوب هنا في الإسم في الفعل والحرف نعم إذن سأعطيكم يعني الجواب لهذا السؤال إذن هنا يا الدارة مثلا البيضاء هنا همزة القطع إخوتها أكبر هنا بالنسبة لهمزة الوصل استعمالات استفسر بالنسبة لهمزة القطع أنجزة أخذ الحرف أو أمن وغيرها من الحرف أعيد قراءة النص وأميز بين نوعي الهمزة في أول الكلمة من خلال النطق بها إذن قلنا أعيد قراءة النص وأميز بين نوعي الهمزة في أول الكلمة من خلال النطق بها باش فهموا واحد حاجة تفقنا بالنسبة لهمزة الوصل أو القطع الهمزة دي الوصل إلى جثبنا في الأول أول جملة كان كتبوها عيدا طفقنا وتكتب وتنطق مثلا استخرج أبي كيسا من الذهب طفقنا يعني كان كتبها وكنطقها في حال هذه طفقنا ولكني لجت في وسط الكلمة درنا استخرج مثلا هذه بسبب سقوطها في درجي في درجي في درجي وش نطقت هنا الألف لما كانطقهاش ولكن لو كانت الألف القامارية هنا لو كان نطقت اللام ولكن الألف ما كان نطقتهااش طفقنا إذن هنا بشدمية دع الفقش كنكتبه كنديرو هات الشرطة في حال كسرة وفقش كنديرو هات الصد إذن هنا في وسط الكلام يعني كتكون في الدرجة ديال الكلام طفقنا ولكن هذي كنكتبها غي في أول الكلام فقط إلقنا أول كلمة كذبها كنكتبوها مزيلا بالنسبة لهمزة القاطع همزة القاطع نقدر نكتبها في الأول الكلام في وسط الكلام ولكن كذبقى كيف كان قوله تكتب وتنطق يعني ما يكونش عندك مشكل همزة القطع دائما تكتب وتنطق ما عنديش فيها مشكل هنا مميز بين همزة الوصل وهمزة القطع من خلال إضافة حرف الو أو الف إلى هذه الكلمة أغلبهم المغربي يستحضر أنت اسمه هدوم اعتبرنا هد القاعدة مزيانة علاش لأن الهمزة القطع لا زدنا الهلوة ولا زدنا الهلفة قلنا القاعدة أنها كتنطق وخيكل اللي يبغيك تفقنا مثلا أحمد رغم أن نقول له أحمد تفقنا رغم أن نقول له أحمد وأحمد فأحمد إذن هنا أغلبهم وأغلبهم فأغلبهم المغربي هنا ينقذر يعني كنحذفو هد الأليف إلى زدنا الو كنقل و وال كندوس ديري كلام والمغربي والمغربي هنا أيضا واس واش سمعت الأليف؟ لا واخي كنكتبها ما كنسمعاش واستحضر هنا فالضمائر ديال المخطة بجوش بهم أنت وأنت ما كنكتبهم بهمزة القطع وأنت ما كنقولوش وأنت وأنت فأنت اسمه أيضا تكتب بهمزة وصل واسمه فاسمه تفهمنا؟ ثم عندنا استنتيج عندنا همزة الوصل همزة في أول الكلام يؤتى بها للتخلص من الإبتداء بالساكن ووصل الكلمة بما قبلها وتكتب همزة الوصل في الأسماء والأفعال وفي الأليف واللم وتنطق في أول الكلام وتكتب هكذا يعني هذه في أول الكلام إما كنت تكتب بالفتحة أو بالضمة أو الكسرة على حسن يعني الكلمة كيف جات تفقنا؟ يعني الصياغة ديال الجملة ولا تنطق في درج الكلام يعني في وسط الكلام ما كنتنطقش وتكتب هكذا كيف شرحت لكم قبل اللاقل دي من الأسماء التي تبدأ بهمزة وصل اسم مكان امرأ امرأة ابن ابنة واثنان هذه من الأسماء اللي كيف دو بهمزة وصل همزة القطع همزة المتحركة تنطق في بدء الكلام وفي درجه بمعنى في وسطه يعني كنتنطق في الأول وفي الأخر في الوسط في مجد وتكتب هكذا يعني هذه هي الطريقة للكتابة ديها يعني الحركة ديها على حسب كيف قلت لكم يعني البداية دي الجملة أو الصياغة دي الجملة في الأسماء والأفعال والحرف يعني في الأنواع دي الكلمة بتلتبهم كيجو نفس الطريقة ننتقل لإطبيق أكتب الهمزة الناقصة في الكلمات كتابة صحيحة مع ضبطها بالشكل لكن قبل ذلك أدعوكم فضلا وليس أمرا بالاشتراك في القناة وشكرا لكل المشتركين وشكرا لكل المتابعين الذين يدعموننا طيلة هذه السنوات التي اشتغلنا معكم ولا تنسوا أيضا الاشتراك في قناتنا على الواتساب لأننا ننشر لكم جميع المقاطع التي نقوم بنشرها في القناة ولا تتوصلون بها وأيضا الفروض على شكل صور وبي دي ايف وملخصات التي ستحتاجونها إن شاء الله فلا تنسوا المتابعة موجود رابطها في صندوق الوصف هنا علنا شمن همزة غات جينا ماذا سنقول هنا نعم أي همزة ستصلح هل همزة القطع أم همزة الوصل إذن هنا همزة قطع تفقنا إذن هنا همزة قطع إنا عمال ابني ابني شفنا هنا ابنون إذن غات تكتب بهمزة وصل أ أيمنو أيمنو هذا يسمع له أيمنو غات تكتب بهمزة قطع أمانة واشغان قلو أمانة وأمانة وأمانة فأمانة في عنقه نعم التفريط الهمزة الوصل وكيف قلنا في حال هذي فيها أمر أمر إحنا بهمزة قطع أمر غير مسموح به تفقنا إذن هذا يعني طريقة لها الإجابة بالنسبة لإجابة مكتوبة أنا أخليها لكم هنا تفقنا إذن نصل إلى نهاية المقطع شكرا لكم على المتابعة وألقاكم إن شاء الله في الدرس المقبل سيتعلق بالشكل واتطبيقة الكتابي صفحة خمسة وثلاثة أستدعوكم الله وإلى اللقاء